بعد اتهامه للميليشيا بسرقة المساعدات من أفواه الجائعين وتكشف الفضائح والتقارير الدولية بشأن التلاعب بها عبر وكلائها المحليين يلجأ برنامج الغذاء العالمي إلى تجميد بعض المشاريع في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لعدم استجابتها لطلب المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي الذي طلب في رسالته الموجهة إلى زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي بإجراءات فورية لإنهاء التلاعب بالمساعدات وما وصفه بالسلوك الإجرامي وسرقة طعام الجوع عدم اكتراث الميليشيا بطلب الغذاء العالمي دفع الأخيرة لاتخاذ إجراءات عملية منها إيقاف بعض المشاريع والتخلي التدريجي عن كبار الشركاء الذين أثبثت التقارير قيامهم بتحويل المساعدات وإعادة توجيه التمويلات إلى شركاء جدد أكثر استقلالا في السياق ذاته يتهم منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكاك ميليشيا الحوثي بعاقة وصول المساعدات الغذائية من مناطقهم إلى مناطق الحكومة خلال الأسابيع الستة الماضية نوصل تذكير الطرفين بأن القانون الإنساني الدولي عليه أن يحترم في جميع المواقع والأزمين ولا يسعني أن أقول بأن الحال الإنسانية عامة في اليمن قد تحسنت فهي لازالت كارثية أكثر من 24 مليون أن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية 80% من السكان بما في ذلك 10 ملايين على شفير المجاعة يعبر لوكاك عن قلقه من قيود الميليشيا على عمال الإغاثة ويضيف أن الحالة الإنسانية في اليمن لا تزال كارثية على الرغم من التهدي القائمة بموجب اتفاق السعيد قلق المسؤولين الأمميين واتهامات منظمات الإغاثة الدولية للميليشيا يدفع ضريبته الجوعة بالحرمان من المساعدات ولا تلقى الميليشيا أي ضغوطات دولية وإجراءات عملية رادعة